بدأت الحياة تعود إلى مديرية المسراخ تدريجيا بعد توقف إكباري دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب احتلالها من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح تحرير المديرية واستتباب الأمن فيها دفع إدارة التربية والتعليم إلى استئناف الدراسة ليعود الطلبة إلى مدارسهم التي اشتاقوا إليها بعد أن فرقت بينهم ميليشيات الخراب والدمار استأنفنا الدراسة حاليا بعد انقطاع أشهر طويلة ضاق الحال بنا بسبب ميليشيات الحوثي والحرب التي كانت كانت المنطقة أكثر تضررا في هذه النواحي والآن الحمد لله عادت المياه إلى مقاريها واستأنفنا الدراسة وعادت الحياة والابتسامة إلى وجوه الطالبات بعودة الدراسة التي طالما انتظرناها طويلا يشعر الطلبة هنا بفرحة عارمة بالعودة بعد الغياب القسري الطويل لكن فرحتهم ظلت منقوصة لفقدانهم بعض زملائهم الذين قتلتهم آلة الموت الميليشيوية هذا الدمار الذي حصل في المدرسة وقد شاهدتم أنتم وقدمتم بتصوير هذه الخراب والسبب في خراب هذه المدرسة هو وجود الحوثيين في هذه المدرسة الثقونات العسكرية التي أتى الحوثي وقعلها ثقونا عسكرية أدى إلى نهب محتوياتها كان من ضمن هذه المحتويات الأجهزة أجهزة المدرسة التي يستفيد منها الطلاب أثناء احتلالها للمديرية سعت الميليشيات إلى تحويل المدارس لثقونات أسكرية تسببت بخراب ودمار كبيرين ناهيك عن حالة السلب والنهب الذي تعرضت له محتوياتها منذ أن وطعت أقدام ميليشيات القهل والتخلف الإنقلابية مديرية المسراخ تسببت بإيقاف الدراسة وتحويل الطلاب إلى نازحين ومشردين لكنه بعد أن استطاعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير المديرية هاهم الطلاب يعودون الآن إلى مدارسهم رغم الدمار الكبير الذي تسببت به الحرب فواز الحمادي قناة بلقيس من مديرية المسراخ تعز ترجمة نانسي قنقر